وفي العراق وجه حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي بغنق موقع أو مواقع التواصل الاجتماعي التي يشرف عليها أعضاء الحزب أو يشتركون فيها والغير مأذون من قبلهم القرار الجديد جاء في بيان أصدرته هيئة الانضباط الحزبي وأرجعت الهيئة الأمر إلى سعيها تجنب الخلافات بين أعضاء الحزب المشتركين في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن هذه المجموعات تتعرض بسهولة إلى الاختراق هذا التوجيه جاء مع توقعات محللين بأن تؤثر مواقع التواصل في الانتخابات النيابية المزمع عقدة مايو المقبل حيث يتوقع بأن تكون المكان المفضل للترويج للحملات والبرامج الانتخابية للكتل السياسية ولمناقشة هذا الخبر ننتقل إلى العاصمة الأردنية عمان حيث ينضم إلينا من هناك مقدم برنامج البشير شو الإعلامي العراقي أحمد البشير أهلاً فيك معنا يا أحمد خلينا نبتدي ونسألك عن رأيك في هذه الخطوة أول شي شكراً لجسارة وشكراً للاستضافة بتفاؤلكم أنا أريد أن أعلق على شغلة مهمة بهذا القرار الذي صدر من حزب الدعوة وهو أنه الحزب الذي لا يستطيع السيطرة على أعضاء في مواقع التواصل الاجتماعي كيف سيستطيع السيطرة على كرسيري أستر وزراء؟ تساؤل فقط أتمنى حزب الدعوة ما يرفع دعوة أعتقد أن هذه الخطوة جدت بعض الخلافات الشديدة التي صارت بين الأجنح المتصارعة داخل حزب الدعوة والتي خلت حزب الدعوة ما يدخل بالانتخابات بصفة رسمية وإنما دخل بصفة أشخاص يعني شخص هم اللي دخلوا بالانتخابات وليس الحزب بصورة عامة هذه الخلافات اللي صارت بالجديد حتى من زمان قبل حزب الدعوة التنظيم الداخل وغيرها أعتقد هسا الخلاف اللي هو على شدة بين المالك والعبادي هو السبب وراء هذا الموضوع أعتقد أكو جيوش إلكترونية تدار من قبل أشخاص مشهر يعني تابع لحزب الدعوة قاعد يعني تتسوي مشاكل يفترض أنه بين الجناحين فأعتقد أنه هذول الجناحين الحزب بصورة عامة أصدر هذا القرار حتى لا تستمر هذه الصراعات عفوا حتى تستمر هذه المشاكل بالصعود إلى السطح وخليها لي جوا مغطايا أحسن طيب فهما الآن يعني أصدروا هذا القرار أنت بتقول أنه يعني مو قادرين حتى يعني يسيطروا عليهم على موقع التواصل كيف حيسيطروا عليهم يعني لمن يوصلوا خلينا نقول الحكومة طيب برأيك يعني يمكن كمان هما عندهم مغطا لا بس دقيقة سارة اسمحيلي هما أساسا مسيطرين على كرسي راست الوزراء صارهم تقريبا 10 سنوات أو 12 سنة الموضوع هو هذا أنه كيف هذا الحزب اللي ما استطاع أنه يسيطرون على أعضاءه سيطر على مقاليد الحكم بالعراق أو سيطر على كرسي راست الوزراء صح طيب بس أنا بقول لك لا بس أنا بس حابة أقول لك شيء عشان بس يعني كمان يكون الواحد يعني عنده يعني يعني نعطيك وجهة نظرهم هما كمان يعني هما بالنسبة لهم يمكن الموضوع فعلا منطقي لأنه مثلا زي ما قالوا هما أنه في تسريبات في أشياء قد تضر بخطتهم في الانتخابات القادمة قد تضر بأشياء داخل الحزب يعني في منطق قد يكون يعني التسريبات اللي مفترض أنه تكون سرية دايحشوها الرؤساء الكبار بالحزب النور المالكي طلع في أحد اللقاءات وقال إحنا راح ندخل بقائمتين وبالأخير وراها نتحالف ورا الانتخابات هذا الموضوع مفترض أن يكون سري وما حد يعرف به فبالتالي نور المالكي اللي هو أحد الأجنحة المهم هو أحد القيادات الكبيرة في حزب الدعوة وهو طلع قالها فأعتقد أنه الموضوع ما متعلق بالصغار بقدر ما هم متعلق بالكبار أتمنى من الكبار أنه هم يلزمون نفسهم أعتقد هذا المفروض القرار يطلع على الكبار أما بالنسبة للصغار فيقدر يسوي أكاونت بيته باسم أمورة الحزينة ويكتب المعلومات اللي يريدها ويكتب المعلومات اللي يريد يعبرها من الحزب أو أي شيء فأكو خلل بالسيطرة بداخل الحزب وأكو مشاكل بداخل الحزب بدأت صير هذا كل سبب الانتخابات طبعا والمصلحة الشخصية لبعض القيادات وهي رفع الدعوة طيب أنا عجبني الاسم صراحة الأمورة الحزينة هي أمورة بس حزينة في نفس الوقت طيب خليني أنجلك على الانتخابات بشكل عام أي مهي حزينة أمورة وبشكل عام يعني أنت مثلا واحد من المؤثرين خصوصا يعني ببرنامجك في هذا الموضوع هل تعتقد أنه الكلام هذا صحيح أنه أنتو كلكم المتواجدين على مواقع التواصل طبعا أنت برنامجك أيضا يعني في قناة الفيزيونية بس أنه بشكل عام هل مواقع التواصل قدي كده هتكون مؤثرة في هذه الانتخابات؟ بالتأكيد مواقع التواصل مؤثرة إلى حد ما مو بنسبة كبيرة بالمناسبة يعني أنا ما أقدر أول عليها أنه تكون هي المحور الأساسي بالتغيير اللي كنا نأمل به بالأراق أعتقد أنه راح يكون إلى تأثير على مستوى بسيط لأنه بالانتخابات مال 2014 أغلب مواقع التواصل بالإراق كانت تدعم التحالف المدني أغلب النشطاء أغلب الشباب أغلب الجمهور اللي موجود بالسوشيال ميديا بصورة عامة كان يدعم التحالف المدني بالتالي التحالف المدني جابت لث مقاعد فقط هسه تزوير موتزوير بغض النظر عن الآلية المهم إحنا بالإراق قدنا تقريبا حسب الإحصاءات 13 مليون يوزر بس على الفيسبوك ومناسبة بالإراق بالدرجة الأساس يستعملون الفيسبوك نعم ف13 مليون خلينا نقول من عودهم أكتف تقريبا 60% 50% هاي 6 ملايين ونص تروح 4 ملايين جيوش الكترونية لدينا مليونين ونص بس ناس حقيقيين فمليونين ونص خلينا نتخبون من عودهم 10% أو 20% فبالتالي ما راح يجيبون أكثر من 4 أو 5 مقاعد أنا بأتقادي أنه مواقع التواصل الاجتماعي مهما كانت تأثير مالتها بس ما راح يوصل لذلك التأثير القوي يعني ما راح يوصل إلى 100 مقاعد بالبرلمان ماكسيمام 10 هذه الانتخابات أنت شخصيا تتوقع أنه يعني أنت بكتب تقول أنه أنت دائما بتختار أو أنت دائما بيختاروك واحد من أكثر الشخصيات المؤثرة في العراق تتوقع أنه أنت كدورك هيكون كبير ولا أنت برضو زي مواقع التواصل إلى حد ما يعني حتكون مؤثر نحن في البرنامج بصورة عامة قررنا أنه نبتدي بالشهر المقبل حتى نقدر نواكب عملية الانتخابات المقبلة حتى نقدر نواكب حتى نساهم بعملية التغيير ولا بجزء بسيط جمهورنا على التلفزيون أكثر من جمهورنا على السوشال ميديا جمهورنا على السوشال ميديا أيضا كبير لكن كثير من الناس تابعوا البرنامج بالتلفزيون بالتالي أعتقد التأثير راح يكون كبير جدا سواء على السوشال ميديا أو على التلفزيون نعول أنه يكون هذه الانتخابات المقبلة يعني بداية التغيير بالعراق نتمنى أنه يكون سبب من هذا التغيير نحو الأحسن طبعا والتخلص من الأحزاب الدينية بصورة عامة يعني نحن هذا أملنا ورح نشتغل على هذا الأساس وورا الانتخابات نقرر نشوف الشيء يصير ويالناس ترى رح تختار صح هذه المرة لو رح نعيد نفس الكرة كل مرة طبعا يعني صح وخطأ من وجهة نظرك أنت أكيد نحن بنتكلم هل لأنه أنت عندك رأي في هذه المواضيع هل بتتعرض لضغوط معينة هجوم طبعا أكيد أنت بتتعرض لهجوم بس خلين نقول ضغوط وتهديدات ضغوط وتهديدات وحرب بكل أنواعها سواء الاقتصادية والنفسية والكذا هذا ما تعلمنا عليه احنا من 2014 وشي طبيعي من أول ما بلشنا البرنامج وهي نفس الآليات ونفس الأساليب ونفس طرق التهديد لكن أنا مستمرين بهذا الطريق مثل ما يقول لازم يكون واحد ياخذ هذا الدرب احنا قررنا أنه نمشي بياني والفريق اللي وياه ببرنامج في شيء يقترب من حياتك أعتقد أنه أكيد يقترب من حياتي يعني صارك وحياتي وحياة أهلي بس لازم واحد يسوي هذا الشغل يعني فأنا قررت أنه أنا أكون بالمقدم وشي سنخلي صير لا إن شاء الله دايما بالسلامة بنشكرك جدا على هذه المداخلة اليوم معنا كان معنا من عمان مقدم برنامج البشير شو الإعلام العراقي أحمد البشير